كيفية إصلاح مشكلات شاشة HDMI والصوت في Windows 11 قم بإصلاح جهاز الكمبيوتر الخاص بك عندما يكون متصلاً بكابل HDMI، ولكن شاشة العرض والصوت لا يعملان بشكل صحيح. افصل كابل HDMI ثم أعد توصيله لإعادة تعيين الاتصال. افصل كابل HDMI من جهاز الكمبيوتر. افصل كابل HDMI من الشاشة. قارن موصل HDMI بمنفذ HDMI. يجب أن يكون الموصل الموجود على الكابل متطابقاً مع المنفذ. قم بتوصيل كابل HDMI بالمنفذ الموجود في جهاز الكمبيوتر. قم بتوصيل كابل HDMI بالمنفذ الموجود في الشاشة. إذا ظلت مشكلة شاشة العرض أو الصوت كما هي، فتابع إلى الخطوة التالية. على الكمبيوتر، قم بتكوين إعدادات الصوت لمخرج صوت HDMI. حدد إبداء. اكتب إعدادات الصوت، ثم حددها من النتائج. حدد المزيد من إعدادات الصوت. حدد الشاشة المتصلة. ثم حدد تعيين كافتراضي. حدد الخصائص. ومن ثم حدد علامة التبويب المستويات. اضبط مستوى صوت الشاشة على 75 على الأقل، ثم حدد موافق. إذا لم يؤد تغيير إعدادات الصوت ومستوى الصوت إلى حل المشكلة، فتابع إلى الخطوة التالية. قم بتشغيل مستكشف الأخطاء ومصلحها في ويندوز لتشخيص المشكلة وإصلاحها تلقائياً. حدد إبداء. اكتب مستكشف أخطاء الصوت ومصلحها. ثم حدد البحث عن مشاكل تشغيل الصوت وإصلاحها من النتائج. في نافذة تشغيل الصوت، حدد التالي. إذا كان جهاز الكمبيوتر يحتوي على عدة مخارج HDMI متصلة، حدد الاتصال لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ثم حدد التالي. اقرأ المطالبات التي تظهر على الشاشة واستجب لها لاستكشاف أخطاء اتصال HDMI وإصلاحها. إذا أكمل مستكشف الأخطاء ومصلحها إجراءاته ولكنه لم يحل المشكلة، فحدد إغلاق، ثم تابع إلى الخطوة التالية. إعادة تعيين الكمبيوتر لمحاولة حل مشكلات العرض أو الصوت في توصيلات HDMI. أوقف تشغيل جهاز الكمبيوتر. ثم افصل أي كابلات بما فيها كابل الطاقة. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة مدة 15 ثانية. ثم أعد توصيل محاول الطاقة باللابتوب ومأخذ الحائط. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الكمبيوتر. إذا لم تؤدي إعادة تعيين الكمبيوتر إلى حل المشكلة، فتابع إلى الخطوة التالية. تحديث برامج تشغيل العرض والصوت في إدارة الأجهزة. قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت للحصول على أفضل النتائج. حدد إبدأ. اكتب إدارة الأجهزة، ثم حددها من النتائج. قم بتمديد أجهزة التحكم بالصوت والفيديو والألعاب. ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق جهاز الصوت عالي الدقة. حدد تحديث برنامج التشغيل. ثم حدد البحثة لقائياً عن برنامج تشغيل محدث. ابحث عن التحديثات باستخدام Windows Update. يبحث Windows في الكمبيوتر وعلى الإنترنت عن برنامج تشغيل محدث، ثم يثبت أحدها حال توافره. أعد تشغيل الكمبيوتر، ثم تحقق من اتصال HDMI مرة أخرى. انقر على علامة التبويض قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على مقاطع فيديو HP بلغات أخرى. وابحث في قناتنا للعثور على مقاطع فيديو دعم HP الرسمية. اشتركوا في القناة